اشتركوا في القناة يكون عنده مرأبة دورية مظلوط للأسف أول شي بدي عيد كل أمهيت العالم والأهل الأمهيت اللي طلعوا على السماء منه نأمي بقبلها كلهدي وأنت بخير وهني الأم هي شغلة كبيرة طبعا هي بتساعد تحط حياتها كلها بالخطر صراحة يعني نحن حصحيح منشوف أنه الحمل هو الشي صار كلاسيك بس هو للأسف في عندنا مشاكل كتير بتتعرض للمرأة وبالرغم من كل هيدا الشي هالمرة بتدل بتلا بقوله تجاهد وتدل دل أتلين يهمه وبدأ حتى بس يخلق البيبي بتدل بهتامي فيه طبعا هلأ الظروف الآسي صارت هالفترة أنه أكيد في كتير ناس للأسف ما عم تتابع عند الحكمة وهيدا بس غلط يعني أنا برأيي لأنه هذا الموضوع في خطر على حياة المرأة هيدا الشي ما لازم نحنا نكون عزر للمرأة خطر على حياة الجنين وعلى الحجانين بس كمان المرأة هي شغلة كمان بالنهية اليوم في كتير ناس عم بتساعد في مستوصفات يعني الأعذار هيدا بفهمة بس لازم المرأة تفهم الخطورة مش ناك أنا بدي نويها كم شغلة صراحة بهالفترة أنه لازم المرأة متهم الحالة لو شو ما كان السبب لو ما شو ما كان العزب طبعا المادة عم نحكي اليوم في محلات وحتى الحكمة منه نبعاد عايشين بهالظروف يمكن اليوم مدام تجي لعنة على العيادة نفهم وضعها وحتى بتطلع لعنة على مستوصفات في كتير محلات اليوم كمان الأطباء يعني حتى الفحوصات اللي مش ضرورية كمان بعتقد بكونوا ما كتير عم بيركزوا عليها عم يعملوا فحوصات اللي لازمة وضرورية وأساسية كمان مش متل قبل كلمطلع شي جديد نحنا ضغر منها هي أصلا هو إذا بدنا نحكي أنا متعلم بفرنسا يعني بفرنسا كانوا يعملوا سيلكشن للفحوصات نحنا في محل شوية خطينا هالموضوع فنعمل كل شيء كل شيء لا أصدر فيه غرب لي لأنه ماديا بتكلف حتى في ترضي طرح نعتبر للدولة ما كمين بدنا نفكر بالدولة نعط حتى إكسبنسز كتير عالي فهو لازم الحكيم أكيد مبره لأن الدولة بتفكر فيهم فبيفكروا فيها نحنا نحنا سبسيا على كل حال نرجع لموضوعنا الأساسي بأول مراحل الحمل شو اللي بدو يتريقب لكن نحنا عنا مراحل الحمل تعرفي كل ثلاثة شهور مقصمين سيكلة أو تري ماسر بنسمي هذا الشيء أول فترة هو المخاطر الأساسية هي على عمليات التأوي مش عمليات أن يصير عنا مخاطر الترويح اللي هني بيكون الحبل منه منيح أو بيكون حبل منه سيبت بقولوله أو ضعيف هذا الشيء بيخلي هالمرض تتعرض لترويح طبعا هون الحكيم لن تجي المداملة عنده بأول أشهر حيقدر يقدر يقدر طبعا من الصور من نعملها منقدر نعرف إذا الحبل سابت وين محله بقلب الرحم برات الرحم وهي الخطورة لحبل اللي هو بر الرحم اللي هو كمان بيقدر يعملنا مشكلة على حياة المرأة يعني بتقدر المرأة تعمل نزيف وتروح فيها مثل ما بيقولوا هدولي الصور طبعا هلأ بتقريدكي هو صور شوية من البراحل المتقدمي طبعا طبعا الحبل لقدام هو الفوردي هاي المرأة مفروض تروح عند الحكيم والحكيم يوجهها وتاخد الأدوية هلأ كمان عنها المشكلة الجدي هلأ مستجد جديد لأن الأدوية اللي توصيها تبرو مرأة خيالية ومش موجودة كمان في أوقات كتير عم نطلب بالشام مش موجودة بس إذا برجع بقول لازم المرأة تروح عند الحكيم هذا لأنه بمحل معي مثل ما قالنا يمكن يكون نتفي صغيري الحبل ضعيف إذا عطيناه شوية أدوية وراحة بقدر يقلع الحبل إذا ما تمت بدا يصير عندنا مشكلة هاي دي إذا بنحكي مرحلة أولا مرحلة تانية هي شوي بتبلش الإشتاء تصير أخطر يعني بتاني تريمسر ببلش ويبلش ويصير عندنا هالترويح المأخر شوي اللي هو بينزل بايبي وما بيعيش هيدا الخطر كمان فيه لأنه مش قصة بايبي بيروح بايبي بده يكون بيعيش بيطلع بيعوز يمكن كوفوز بيعوز بمرحلة عم نحكي بآخر السيدس أو السيبة هدول الإشياء كمان الحكيم نزمي أمل الإفاليويشن لقلهم طبعا في الفحوصات اللي بنعملهم بها الوقت نشوف إذا في عنا كمان تشوه عند البيبي إذا عنا مشاكل مشاكل الفحوصات عند المرأة الدورية مثل السكري مثل لنحكي عن السكري عند المرأة اللي هو بنشوفه بيثالث قصو من الحبل عندنا الزلال النسوين اللي بيعامنوا تسمم الحبل شي اسمه برياكلامسيا وقتلبيع للضغط كتير عند المرأة وبصرب بيسبب يصير عندها نزيف بالراس للمرأة ومش بس بيتأذى البيبي هي بتتأذى كمان سو كل هولي مفروض المرأة تمرق على هالمحل على هالأيام يعني بشكل شهري طي الحكيم يتابع هالفحوصات ويعرف شو بده يعملوا أي ما تبقى السكري زلال ضغط هولي بيجب بالحمل لأنه في حالة حمل ولا بيكون فيه استعداد من قبل عند المرأة مزبوط وقال حلو كتير لأنه فيه لا فيه اسمين فيه ناس عندهم استعداد يكون عندهم يعني مثلا عندها سكري وبتعمل حبل هدول الأشياء اللي بيتتابعوا من أول حبل وما عندهم خطورة المشاكل اللي بتجي مسببين الحبل المسببون مثل السكري الحبل السكري اللي بيجي من الحبل أو الضغط اللي بيجي من الحبل هدولي أصعب أصعب كتير يعني هولي أول شي بيعملوا مخاطر مثل ما أقولك أنه السكري إجمالا فيه يعمل مورسو بيت عند البيبي يعني متطلع ملاقي البيبي ميت جوا ما نعرف ليش الاتفاع الضغط مثل أن تبيع من نزيف عند المرأة براسة كمان سموها إكلام بسي هيده كمان هولي تتخلص المرأة منه شغلة كبيرة وهولي مفروض مثل ما أقولك أنه المرأة ما تستهين فيهم يعني فيه عوارض صغيرة أو عشير صغيرة بتقلنا أنه شو هي العوارض ولا نحن ما رح ننتر العوارض إذا كنا عم نعمل فحوصات دورية صحيحة أو بين الفحص والفحص معقول يكون عنا أشير هلأ هو متل ما عمل كفيها هو بتساعد الحكيم المرأة اللي بتمره اللي عنده بتقله بتتابع مع الحكيم مثلا تنقول مثلا الضغط بيبين وجع راس يعني مزعج مش طبيعي وجع من المعدة العيين منحس المرأة في شيء منه مضبوط هدول اللي مفروض نعملها فحوصاتها السكري بتفوت كتير على التوالات إلى آخره فيه مثلا بالصورة نحن وعن نعمل صور منشوف فيه مي حوالها البيب كتير بالسكري هدول هدول اللي الحكيم بيقدر يشوفهم طبعا بيصير المرأة يعني المرأة والحكيم المدام نزم تكون قريبا من الحكيم تقل له العوارض كلها لأنه برضو نحنا منا قدرين نعرف كل شيء يعني الحكيم قدوا ما يكون شاطر إذا ما المرأة حطرته بالأجواء وقالت له شو العوارض طب هل الله حيفشلوا ما هي عرب الدياغنوستيك ما بنعملوا إلا مأخر ومثل ما قالتلك هولي التشخيص طبعا المؤخر وخصوصا الضغط بيعمل مشكلة بيعمل عند البيبي وعند المرأة فيه يقبع الخلاص ويموت البيبي فيه تعمل نزيف وتموت المرأة والسكري كذلك الأمر يعني هولي الأشياء بعدين عندنا كمان بمحل عندنا الجلطات عند المرأة في منسبين بيعملوا جلطات بيجريون وهذا الشيء بيقدي تعمل الجلطة على الرية جلطة الرية شو ما كان ما بتخلص منها يعني شبه مستحيل تخلص من الجلطة كل هولي مفروض بالفعل أنه المرأة تاخد بعين الاعتبار لصحتها ولعائلتها أنا بقللهم على طول الكرميل لحوالي لكن يعني مشكلة إذا صار مشكلة للعائلة كلها سواء لازم تجي ما تحط الأعذار نرجع منول أنه في مشكلة اقتصادية بالبلد أي أو لا يعني يمكن بغير ظروف رح نكون بس عم نعرض الموضوع ونعرض المشاكل لأنه عارفين أنه نحنا يعني ونعرف قدابي لبنان كتير في انتباه على هالموضوع والمرأة الحامل كل العائلة بتكون ملتبه اليوم يمكن الاهتمام عم يروح بكل صعوباتنا أكتر بهالموضوع مش مفروض يكون فيه أو أصلاً موضوع الصحة مش مفروض يكون فيه للأسف يعني هذي من الأشياء اللي بديهية أنه اليوم كل شيء إنسان ما توقزيني بيوفر إلا على صحته ما ممكن هذا للأسف هذا البلد يعني بس برجع بنقول نحنا عم نساعد الحكمة بتصور في حكيم عنده كله عنده نفس الفكرة أنه يختي من نتاعي بس خلينا نشوف خلينا نعرف خلينا نشوف خلينا نتابعك ما يحطوا ما يحطوا المرضى على الحكيم أنه اليوم الحكيم كمان هو عندنا مشاكلنا نحنا سوف يفوتهم بمشاكلنا بس كمان ما يحطوا بمشاكل علينا أنه نحنا يختعوا لعنا بس المصاري بتنحل بس ما تخلونا نفوت بمشاكل نخلصكم نقدر نساعدكم لأنه بمحل الحكيم عنده لمية معين ربنا هل قد يعطينا نقدر نساعد أكتر من هيك ما بيصير لعنا مجال نساعد لو شو ما صار نرجع لكان لا تفاصيل المشاكل إذا عندنا زلال إنت بيبين وشو تأثيراتك هولي بيبينهم قلتلك هولي بتالت تريماستر وقتنا بنعمل الفحصات البول وفحصات الدم بيقدر عوارضهم يبينهم حتى لو كان بأول اتنين تريماستر مفي مشاكل ممكن يتقطع الشاب الثالث اي يعني قصدك أنه هاي المشكلة بتبين بتبين بس بشكل قليل أو بيكون في مشكلة تانية يعني الزلال اللي بيعد تسمم الحبل بيبين بثلاثة تريماستر إذا كان بأول أو تاني تريماستر في عنا مشكلة معينة بتكون بتكون أخطى طبعا بس كتير قليل سرار هلا مثل ما قلتلك الفحوصات بتبجي لعنة بتأرجينا الإجزامات كلينيكة عند المرأة مثلا الزلال بتفوت لعنة المرأة بتشوفها منرفخة مرفخة بتشوف بتطلع بوجة بلاقيها مرفخة هي اللي بفكرها صحة انه موردة على الحال مش مزبوط الخاتم طبعا ما بيقيت فيها تحطه بيأسبع بيورم هدولي هده أول علي من تسمم الحبل طبعا برجع بالك في نكونوا هيك بس بدها متابعة يمكن ما يكون هالأدية تصل للآخر بس بهمنا ومثل معنا لك الفحوصات التانية كلهم لازم هي الفحوصات لازم تكون شهرية بمئة بالمئة شهرية بمئة بالمئة لعدة أسباب إذا كان الحمل طبيعي طبيعي هلأ وقت في أشياء في الجمال يعني الجمال اللي في أطوم أو تلات ولاد جمالنا منشوفهم أكتر كل جمعتين أو كل تلاتة على الجروسس بريسيوز منسميهم يعني الجروسس الجيئة من طفل أمبوب مثلا أو شي هوا كمان منشوفهم أكتر يعني هوا بأكل شي معلق بشكل طبيعي بين أسبوعين أو تلاتة حسب الكيس اللي منحطها نحنا يعني عمر المرأة بيأثر طبعا طبعا ما حكينا عن عمر طبعا المشاكل بيبينوا أكتر هولي عند النسوين الكبار بالعمر وانتبك فيه اتنين فاليو الكبار بالعمر والصغار كمان يعني عندنا من فوق الأربعين ومن تحت الخمسة وعشرين فيه مشاكل بيبينوا عند الصغار بالعمر لو بيحبلوا بس يمكن هوليك شوية جسديا بيكون بعضهم أقوى بس فوق الخمسة واربعين أو الأربعين أكيد بيزيد المشاكل للمرأة طبعا كنا عم نشوف بعض صور إذا نرجع عم نشوفهم شو أهميتهم هالصور يعني هو اللي من الأشي اللي عم نشوفهم أنه اليوم قادرين شفتي هلأ يمكنك أكيد بيحبوا هالصور لسلساتات بيشوفوا البيبي بنشوف الكل بس نحنا بيهمنا كمان نشوف تفاصيله لأن في عمنا أشياء كانت ما تبين على إذا بدنا نسميها هدو الإكل فور دي فور دايمانشن يعني بيبين معنا تفاصيل الوج طيب معنا كان عندنا مشاكل على الشف في مثلا الباك دولياف بنشوفهم بنشوف كل هالإشياء التفاصيل اللي نحنا بيهمنا نطمن بيننا يعني نحنا الايكو ستنا بنعملها يمكن هني بيحبوا ستات بسحنا بيهمنا نطمن أكتر ما أنه نعطيهم صور حلوة يعني أنا بيهمني تطل البيبي وما يكون في عنده مشكلة ونتفاجأ على الولادة أنه في عندنا مشكلة جراف بدأ عملية أو ما بدأ عملية ما بعرف حين هيك الايكويات وخصوصا الايكويات هؤلاء اللي عم نعملهم بآخر تريميس سبب 27-28 أسبوع إذن فيه مشكل منيحة تكون يعني معروف فيها قبل لأنه على الولادة لازم تكون عم ينشغل عليها ساعتها بيصير فيه تواصل مع غير اختصاصات وبيكونوا موجودين مزبوك يعني إذا في عندنا مشكلة مثلا إجزام بعطلك مشكلة على شريين القلب هدهولي ما فيها تولد بحيلة مركز في لبنان ما فيها باستشفى في استشفى معينة بلبنان مشان إذا خلق البيب لأن هذا بده عملية بالساعات الضغرة بعد الولادة بدنا نحولها عند حكيم أو على الاختصاص أو على المحل اللي فيها تقتزام لها العملية ما فينا نحول لدها ويسر له شي البيب ما بيحمتها في البيب أو ما بيكون خلال بيكون كتير ضعيف مشان هيك بده اكتشاف لها لكل شي لكلها المشاكل حرام قبل ما أنه واحد يترك الإشاء هيك سوربرايز على الديليفري يعني نحن يعني دائما يعني منقول أنه المرأة الحامل من مريضة طبعا يعني ما لازم نتعامل معها كأنه مريضة ولكن العناية ضرورية أكيد مش ضرورية يعني تمرد لك من حمام نسميها ستبا من پاسيانس كليانتيل يعني منشوفها منشوف أنه هي من مريضة مثل ما قلت بس برجع بقلك يعني اليوم بدنا نجرب قد ما فينا نكون قريبين منها يعني هالفيزيت هالعلاقة أصلا الحكيم والمريضة هي شغل كتير مهمة نعم في نهاية كفي ناس بيقولك نحن بنجرى عند هذا الحكيم وبنجرى عند هذا الحكيم لأنه هيدا خاصة كمان بالريليشن هيدا كتير مهمة سوى مش نهاية المرأة بدأت تجي وتقلنا أوش المرأة بدأت لنا كل شي كمان يعني اليوم ما فينا الجارة تمنى أو على الصبحية تمنوا بعضهم المفروض الحكيم يتمنى لو شو ما كانت الأشياء دائية خليها تصاد تتواصل مع حكيمة تمشين هالإشياء تكون برأيينا اليوم في موضوع الأكل ياللي كتير مهم دايما بالنسبة للمرأة الحامل واليوم يعني موضوع التغذي لازم يكون أوضح اليوم ما عنا إذا بيكون كب نية ولا لا صارعنا إذا عم بيكون مزبوط ولا لا مزبوط بشكل سريع طبعا المرأة الحامل مفروض تكون عندها أكل منظم يعني منقل له أنه تعكلوا أكل مرتب كيف مرتب يعني أن يكون يعني اليوم ما في نأكل شو ما كان وشو ما بيطلع عمنا أنه عم نتوحم وعم نأكل شو ما كان هذا مشغل مش مزبوط مزبوط هم مفروض تأكل البون كاليتي طبعا الأكل يعني هني رأس الهرم طبعونا كل شي البروتيينز البروتيينز هني أهم الشي عند المرأة بعدين بيجو الكربوهايدرات بشكل خفيف يعني ومفروض تأخذ الديري بروداكت وهل إشي لازم تكون منظمة أكلها مدروس أكلها ما لون لمنيح هلأ بس بسيامات نحنا بيقول ما لازم مرة تصوم أصلا كتير أو تقطع أو هالخبرية حتى يعني نوعية الأكل مفروض مثل ما قالنا مش هال الجنك فود اللي ديريج أو اللي بنحبه لا مفروض إشتاة تكون منظمة صراحة الأكل صحي ومتعزن مفتاكيد هلأ فيه أوقات مع هيدا وكله بيكون في حاجة لفيتامينات ليش نسميهم أكتر نحنا لأنه نعتبر أنه بمحلة معين أنه بدأ شي نيد مور بدأ أكتر من اللي بتاخده حتى بالأكل أخصوصا مثلا الفيتامين دي هلأ نحنا موسم الشمس بيساعدنا أكتر بس برضو مفروض تاخد فيتامين دي مفروض تاخد الحديد كتير منهم الحديد لأنه بيجي من اللحم الحمرة من العدس من الأحبوب يعني من الإشياء الخضرة وهيك بس مفروض تاخد سابلمنت لأنه البيبي عم يمضس هو البيبي بيأمن كل شي لأله بس المرأ بتعمل فقر دم وبتتاوت الولادة سابلمنت أكتر من ما هي عم تاكل بشوية صغيرة سابلمنت يعني أو هؤدي باتخدوا كل فترة الحمل كل فترة الحمل جمال عم نعطيهم كل فترة الحمل هلأ الناس بهالفترة للأسف مبالغون كبيري للأسف عم تاخدي فيتامين اليوم بيروح تجيبوا فيتامين حقه 200 و 300 ألف يعني بفهم ما في ناس ما بياخدوه عم نشتغل معه نشوف الأرخص لهم يعني هاي المشكلة كمان الحكيم بالفعل عم نعيني مشاكل نحنا أنه كمان بدك تعيش مع المريضة منذ ما أنت تكون تخفف من شو أنت بتعرفي يعني اليوم ما فيني أعطيها شو ما كنت بفكر فيه إلا الضروري بقول مصال يمكن أوقات في ناس بعطيها فحص دام وعلى أساسها بعطيها أنواع محديد معينة كان بالسابق خلص نعطيها على الآخر عسخت السلام يعني إن شاء الله تمرق هذه المرحلة ما بعف إن شاء الله تمرق بخير بيبقى أنه قادرين بالقتل المتوازن كمان كنا عم نخفف من المشاكل فأزان من الحاج لسابلمانسو هاي 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 نقول مثلا المرأة اللي بتاخد كتير ويت بحبل بتنصح كتير هاي معرضة أكتر تعمل ضغط زلال يعني أو تسمم الحبل وتعمل سكري طبعا يعني هاي ما بتاخد وزن كتير بتساعدنا أنه ما تعمل هؤل المشاكل بشي ما تورط حالة بهؤل المشاكل إنه في مشاكل لهم الكونسيقانس طبعا منهم هينين يعني بيقدروا يزول المرأة طبعا البيبي عكيد بس المرأة كمان يوم شغلة كتير مهمة أنه نحافظ على المرأة لأنه كمان هي كتير مهمة لعائلتها أين تصير الراحة ضرورية للحمل هلا عندنا عدة كونديشنز عندك عدة أيام أو قات منقول أنه لازم المرأة ترتاح بشكل مية بالمية مثلا الستات اللي بيعملوا تمشيح دام أو بيبلش يشوفوا شوية إفرازات مهبلية داخل الدام هيدا عوارد مش كتير من يحكين بأول قصم من الحبل أو بتالت قصم من الحبل أول قصم من الحبل يعني متوجهين أو لصمح الله يكون في عوارد ترويح وهيدا الشي مع العلاج هو رياحة اللي هي بدها تتسطح ببيتها ما فيها تعمل المجهود ما فيها تعمل هاليوم ببقى في كتير هاوس ميد بقى بلبنان بقى أنسنين حرام بيشتغلوا أكتر سوى بدها تنتبه على الفكرة وتأكيد بتالت ريمسر بيكون المشاكل أكتر أنه ما تعرض أكتر لولادي مبكرة يعني العالم الدم يعني هي علامة ولادي مبكرة كمان اليوم تكاليفة وسترس تبعولها والبيبي يقض بكوفز كل هول الخبرية هول اللي لازم ينتبه يعني هول عوارد دغري لازم نقلها نحنا رتاحة ولازم تسمع كلمتنا هون القصة هون القصة هون القصة بتسمع كلمتنا على هالنقطة نختم حلقتنا اليوم شكرا دغري للمخلوف للمعلومات وأهلا وسهلا فيك وقافي هلأ ونرجع من تابقى لايف